لا تزال تداعيات الكارثة التي حلت بمستشفى ابن الخطيب في بغداد والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة 200 شخص قائمة حتى الآن بالرغم من أن الحكومة لم تتخذ موقفا جديا باستثناء إقالة خجولة لوزير الصحة مصدر تحدث لواني نيوز عن كواليس هذه الاستقالة حيث أشار إلى أن الوزير حسن التميمي لم يكن راغبا بالاستقالة وأكاد عدم مسؤوليته المباشرة عن الحادث لكن الكاظمي طرح خيارين أمام الوزير أما العقوبة الانضباطية أو الاستقالة فاختار الوزير الثانية وعلى أثر ذلك اتصل الكاظمي بممثل مقتدى الصادر النصار الربيعي قبل طرح الخيارين واشترط الروبيعي ترشيح وزير صدري للوزارة أو إدارتها بالوكالة حتى نهاية الدورة الحالية للحكومة وبحسب المصدر فإن الروبيعي اشترط عدم ملاحقة الوزير حسن التميمي قضائيا بشأن أي خرق أو فساد في عمله خلال فترة توليه الوزارة مبينا أن ضغوطا جاءت من الحنانة منعت اللجنة التحقيقية الخاصة بفاجعة مستشفى بن الخطيب من إضافة اسم وزير الصحة في قائمة المقصرين سيما وأن الاتفاق حصل بتقديم وزير الصحة استقالته بعد إعلان النتائج خوفا على مصالح التيار الصدري في الانتخابات المقبلة